النهاردة وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبروكسل في بلجيكا علشان يشارك في القمة الافريقية الاوروبية سات السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق هيبقى موجود معانا على التليفون بعد شوية علشان يعلق لنا على هذه الزيارة او يحلل لنا زيارة الرئيس لبروكسل طيب خليني هرجعك تانية على يعني ايه البنك الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري وبالمناسبة وانا بكلمك على دامش هتلاقيني بقولك كلام مطلق هتلاقيني ما تيجوا نبدأها من دلوقتي هتلاقيني جايبين السلايدز او البرزنتيشن او هذه الشهادات وهذه الاشهادات في اطار اللي احنا بنعرضه عليكم بالانفو جراف تقدر تتفرج كده الاقتصاد المصري بقى عامل ازاي وهنقعد نشرح بالرقم والحقيقة والمنطق جهزوا سلايدز بعد ازنوك يا جماعة هنقعد نشرح بالحقيقة وبالرقم وبالمنطق ازاي الاقتصاد المصري حصل فيه تطور يشيد به الجميع ونمو او معدلات نمو فعلا مش بس مرتفعة لا هي خلت كل المؤسسات الدولية في العالم بتلاحظ نمو الاقتصاد المصري ومش بس كده بتلاحظ ثبات هذا النمو ومش بس كده بتلاحظ طول الوقت كفاءة هذا الاقتصاد وقوته ومتنته ترجمة نانسي قنقر